الوقفة دي مع مجموعة من الأسماء أجادت فوق ما إحنا كنا منتظرين أو متوقعين أقوّلهم الحقيقة ودي بقى نيجي نتكلم على مستوى اللعيبة كولر الحقيقة كان لي أقفل بس جزئية كولر قبل ما أتكلم على اللعيبة كولر اللي يتكلم برح أكتر من تركاه في المطش نتمنى الحقيقة أنه السادة المحللين الموضوعيين وهم ناس قليلين بس يعني فيه ناس كتير بتطلع تركب تريند وفيه ناس كتير جدا بتطلع تخلص حسابات وفيه ناس تطلع بتعبر بشكل عنيف جدا عن كراها النادي الأهلي ونجاح النادي الأهلي كل دول أنا باعتبرهمش محللين هم أساسا ما يستهلوش المكان ولا المكانة اللي القنوات أو المحطات أو البرامج حطيتهم فيها لكن في النهاية بتمنى من الناس المحللين الموضوعيين أن هم يقروا مباراة مباراة عشان يعرفوا قد إيه كولر واحد من أفضل مدربين اللي عندهم قدرة على إراية سيناريو المباراة كل هيت كوتش بيقعد قبل الماتش بيحط سيناريو وبيقرى الفرقة اللي قدامه كويس جدا وبيدي تكليفات للاعبته وبيحط خطته وبيبني خطته على تفادي نقاط القوة اللي في الفريق اللي قصاده ومحاولة استغلال الثغارات اللي موجودة عنده وكولر عمل ده الشط الأول لكن اللعيبة ما دارش الترجمه بشكل كبير تعرف حضرتك لما بتتفرج على كولر أو الكاميرا بتقطع عليه في أي ماتش فتلاقي كولر ماسك ورقة كده وبيقعد يكتب فيها فحضرتك بتقول هو رجل ده بيكتب إيه انت بتكتب إيه مستر كولر مبارح ودي لقطة يمكن ما ظهرتش في الكاميرات لكن ظهرت للناس اللي كانت حضرة في الملعب بعد تسجيل المزنبي للهدف الملغي كولر كتب ورقة أو واحدة من الورقة اللي كان كاتب فيه كتبها وديها لكابتن ربي ربيع كابتن الفريق وبناء على الورقة دي اتغيرت أو توزعت مجموعة من المهام الجديدة داخل ملعب على اللعبة سواء متعلقة بالتمركز أو متعلقة بالرقابة قرية كولر لمفاتيح اللعب في فرقة مزنبي كان قصدها تكليفات لمنع مرابعة تحديدا بمرقبة اتنين من لعبة مزنبي في نفس الوقت تحركات خط هجوم النادي لأهلي واللي بانت بشكل كبير جدا في جنو سامة بوعالي التاني بص المساحات اللي اتخلقت فيه ظهر الزهير الايمن وبص تمركز امام عشور واماكن أو مكان تواجد علي معلول الخليط تماما من الرقابة وظهر في اللحظة دي أو في اللقطة دي الاسيست التاني بتاع وسامة بوعالي وكأنه جناح وعبد القادر ازاي تحرك سحب معا الباك اليمين عشان يفضي المساحة لعلي معلول فضل مساحة تماما لعلي اللي لعب أو تغير مركزه في اللقطة دي كجناح ايصر لنادي الاهلي وبقى خالي تماما من الرقابة وقدر يلمح السبرينت بتاعه وسامة بوعالي ولعب العرضية في المكان والزمان المناسبية جدا لترجمهم وسامة بوعالي لواحد من اجمل اهداف نادي الاهلي في المباراة وهقول كمان في بطولة افريقيا انه هدف صعب جدا 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 ويحتاج لمهاجم صندوق على درجة عالية جدا جدا من الكفاءة المهاجم اللي احنا بقى عليه القناص الكورة تمركزه حركة جسمه كلها بتعبر بشكل كبير جدا عن امكانيات وسامة بوعالي جماهير معظم جماهير نادي الاهلي وانا منهم كنت شايفها ومستنيها تترجم في الملعب بأهداف واعتقد انه هدف وسام برح واحد من وسام نفسهم برح واحد من اهم مكاسب المباراة هرجع للعيبة بعد ما اتكلمت على كولور عايز اتكلم على اتنين ابتدي باتنين يعني ليه هبتدي بيهم لان هما يستحقوا الحقيقة مش عشان مستوى ايجادتهم ايجادتهم او الكواليتي او الجودة بتاعتهم مش محل النقاش بالنسبالي يعني مفيش حد ممكن يناقشني في مدى جودة احمد عبدالقادر ولا مدى جودة اكرم توفيق الاتنين دول بالنسبة لي انا وبالنسبة برضو لمعظم جميعين نادي الاهلي تريد مارك لعيبة ما يختلفش عليها اتنين لعيبة عندها القدرة واحد طبعا الكواليتي خلينا نتكلم على الكواليتي الاول يمكن المستوى في بعض الوقات يتراجع نتيجة تهاون نتيجة اصابة نتيجة ابتعاد عن ارضية المرعب وحسنية المباراة لكن الكواليتي اللي موجودة عند الاتنين مفيش شك فيها ومجرد ما بيجيبوا حساسية المباراة مجرد ما بيسبتوا رجلهم في الملعب مجرد ما بيحسوا بثقة الجهاز الفني الدكة اللي عادة برا الهيد كوتش ويحسوا بثقة الجمعير فيهم انا متأكد ان هم لعيبة قادرة على صناعة الفرق وقد كان عبدالقادر انا بتكلم عليه من مطشين فاتو بتكلم على عبدالقادر وعن عودته من بعيد عارف لما تتكلم على لعيب تقريبا اغلب الناس شايفة وهو حاسس انه اغلب الناس شايفة ده ان الموسم بالنسبة له تقريبا انتهى وانه فرصته في المشاركة تكاد تكون معدومة لأسباب كتير ما لهاش علاقة بامته ما لهاش علاقة بامكانياته ليها علاقة بحاجات تانية كتير ليها علاقة بابتعاد ليها علاقة بفورمة ليها علاقة بتقلق لعبين تانيين في نفس المكان ده فبالتالي الفرصة تكاد تكون مش هقول معدومة لكن هقول صعبة هقول صعبة فبالتالي الدوافع غصبا عنك انت في النهاية بشر وبريادة بتبقى ضعيفة قدرتك على انك انت تجيب مستوىك تاني مش هي هي الدوافع مش هي هي الفرصة شايفها ضبابية فلما ترجع وتكون بالشكل ده لازم اقولش بول عبدالقادر لانه كان واحد من اهم مفاتيح لعب مش ماتش مبارح بس في المطشاط الاخيرة ومش بس واحد من اهم مفاتيح اللعب خلينا اقولك انه في المية وتمانين او متين او متين خمسة وعشرين دقيقة اللعب فيهم عبدالقادر في اخر ثلاث مطشاط تقدر تقول كمان انه في تطور كبير جدا في بعض الحاجات اللي كانت بتمثل مشكلة في استائل اللعب عبدالقادر على مستوى